موسيقى وسط ووسط قلق بتسببها في رفع حدة الصرع واشنطن تسعى لتزويد أوكرانيا بصوريخ متطورة لكسر الحصار البحري الروسي شهدات معتقلين السابقين لدى ميليشيات الحوثي تكشف جرائم وانتهاكات وحشية بحق الصحفين المختطفين موسيقى وقبيل جلسة اليوم الأخيرة من مشاورات مجلسي النواب والدولة الليبيين بالقاهرة واليمز تشيد بمساعد توفق حول الانتخابات موسيقى موسيقى صباح الخير وهنا بكم بجولة إخبارية لأهم الأنباء مع وصول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى يومها الخامس والثمانين وتوقعت البنتاجون بطول أمد الحرب قال مسؤولون إن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة وذلك المساعدة في كسر الحصار البحري الروسي وسط مخاوفة من أن تزيد الأسلحة الأكثر قوة التي يمكن أن تغرق السفن الحربية الروسية من حدة الصراع وإيضا كشف مسؤولون إلى أن نوعين من الصواريخ القوية المضادة للسفن قيد البحث فعليا إما للشحن المباشر إلى أوكرانيا أو من خلال النقل من حليف أوروبي لديه تلك الصواريخ رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الكونغرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار وقال بايدن إن الأسلحة التي سترسل إلى أوكرانيا ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا أوضح أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن مدافع وأيضا رادارات مؤكدا أنها ستعزز موقف أوكرانيا عسكريا وعلى طاولة المفاوضات مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة تقارب الأربعين مليار دولار إقرار المشروع جاء بغالبية الحزبين حيث نال 86 صوتا مقابل 11 ورغم معارضة جمهوريين له بسبب تكلفته وتداعياته على الاقتصاد الأمريكي كما يقولون إلا أن زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مككونال أيده وانتقد معارضيه على أي شخص قلق بشأن تكلفة دعم نصر أوكراني أن يفكر في التكلفة الأكبر إذا خسرت أوكرانيا في أوروبا سيقترب حلفاؤنا والعلاقات التجارية بمئات الأميال من منطقة حاكم مستبد عدواني ستزاد متطلبات أمننا الخاصة في القارة بشكل جوهري والخصوم حول العالم ستغريهم الخطوات الروسية بدوره أكد زعيم الديمقراطيين في المجلس شاك شومر أن المساعدات التي تتضمن صواريخ جافلين وستينجر في طريقها إلى أوكرانيا لتساهم في النصر ضد بوتين الذي وصفه بمجرم حرب واتهم الجمهوريين المعارضين للمشروع بالتساهل معه من المقلقي رؤية دائرة متنامية من جمهوريين في المجلس يعارضون بفخر التمويل الأوكرانية قبل يومين صوت أحد جمهوريين ضد مجرد مناقشة هذا التشريع يبدو أن مزيدا من الجمهوريين يتساهلون مع خطة بوتين مثل ما رأينا مع الرئيس السابق ترامب فبسبب هذه المعارضة تأخر تمرير المشروع حيث عرقل العضو الجمهوري راند بول تمريره بآلية سريعة الأسبوع الماضي فيما تعالق بموقف الجمهوريين نستطيع أن نقول أن هناك ربما بعض الخلافات بين قيادات الحزب الجمهوري والشخصيات البارزة في مجلس الشيوخ لتمرير حزمة المساعدات الضخمة لأوكرانيا على حساب الداخل الأمريكي بعد تمريره في مجلس الشيوخ سيرسل المشروع إلى مكتب الرئيس ليوقعه ويصبح قانونا ليستمر إرسال المساعدات إلى أوكرانيا رغم اعتراضات بعض الجمهوريين لأسباب داخلية إلا أن التصويت اليوم يدل على أن الهجوم الروسي في أوكرانيا وحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى في ظل كل هذه الخلافات بينهما حسين الطاود الحداث واشنطن قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس إن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا وقالت في تصريحات صحفية أنها تعارض فكرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بشأن تاحة إمكانية الخروج من الأزمة الأوكرانية لروسيا شددت على أن بوتين يجب أن يخسر ويجب استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا بحسب تعبيرها وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي الوضع في منطقة دونباس شرق البلاد بأنها أشبه بالجحيم وقال إن القوات الروسية دمرت بالكامل وأيضا قامت بتدمير منطقة دونباس هناك كما اتهم أيضا موسكو بشأن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها للهجوم على المنطقة في دونباس يحاول المحتلون ممارسة المزيد من الضغط الوضع هناك جحيم وهي ليست مبالغة القصف الوحشي الذي لا معنى له على الإطلاق لسيفيرو دونيتسك قتل 12 شخصا وجرح العشرات في يوم واحد فقط الضربات المستمرة على منطقة أوليسا وعلى مدن وسط أوكرانيا دمرت دونباس بالكامل كل هذا ليس له ولا يمكن أن يكون له أي تفسير عسكري لروسيا هذه محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيجين مندوب روسيا بالأمم المتحدة فسيل نيبيتزيا قال إن اتهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء هو أمر خاطئ تماما متهما أوكرانيا بتعمد وخف تصدير الحبوب ووضع الألغام في الموانئ أنتم تزعمون أننا نمنع إخراج المنتجات الغذائية من أوكرانيا ولكن الواقع أن أوكرانيا وليس روسيا أوكرانيا لا تزال تحتجز السفن في هذه الحالة كيف نتحدث عن إخراج الحبوب من البلاد وكييف تحاول أن تتهرب من التعامل مع أصحاب تلك السفن الأجنبية وهناك مخاطر متعلقة بالملاحة والبنية التحتية ناجمة عن الألغام في البحر الأسود لا يمكن أن نضمن الملاحة الآمنة في بحر آزوف والبحر الأسود إن أوكرانيا تعمدت وقف تصدير حبوبها هذا فيما أكد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف أن روسيا لن تصدر المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص وكتب مدفديف على تيلجرام أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بالكامل لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين بما في ذلك المنصات الدولية مضيفا أنه من غير المنطقية يتم فرض عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده ومن ناحية أخرى يطلبون توفير الغذاء وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح مشيرا إلى أن هذه الأزمة تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن روسيا تزعم أن عقوبات المجتمع الدولي هي السبب في أزمة الغذاء العقوبات لا تعرقل الموانع ولا تدمر الطرق والسكك الحديدية الأوكرانية روسيا هي التي تقوم بذلك العقوبات لا تدمر صوامع الغلال ولا تسرق المعدات الزراعية من أوكرانيا روسيا هي التي تقوم بذلك العقوبات لا تضر بصادرات الأسمدة بل روسيا هي التي تقوم بذلك هي التي تسرق الغلال والأسمدة من أوكرانيا وسنعمل مع كل الدول لتفهم أن العقوبات لا تتسبب في هذه الأزمات كلا استخدام الغذاء كسلاح هو قرار انتخذته روسيا وحدها هذه الأزمة تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن لابد من إدانة الكريملين بشكل صريح ومتحد وتوجيه أصابع الاتهام للكريملين على استخدام الغذاء كسلاح حرب قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه سعد بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مؤكداً التزام بلاده بشراكتها القوية مع المملكة مشيراً إلى أنه يشارك السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ورحب وزير الدفاع الأمريكي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية التي قال إنه يجب تمديدها ومع التأكيدات الأمريكية بضرورة تمديد الهدنة في اليمن يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ جهوده لاستكمال تنفيذ بنود الهدنة الحالية وأكد التزامه بعقد اجتماع ثنائي حول فتح الطرق في تعزة ومحافظات أخرى وقال إن الحكومة قد حددت مسؤولين من جانبها للتواصل وحضور اجتماع ترعاه الأمم المتحدة بحسب بنود الهدنة ملف فتح الطرق وفك حصار تعز يحتل أولوية في تحركات المبعوث الأممي والجهود الدولية لكن هذه الجهود لا تزال تصطدم بتعنت الحوثيين وسعيهم لاختلاق شروط جديدة لعرقلة هذه المساعي وعلى الرغم من الضغوط الأممية والدولية ترفض الميليشيات الخوضة في إنهاء حصار تعز الناطق الحوثي رئيس فريق المفاوضات محمد عبد السلام اعتبر أن الحديث عن فتح الطرق في تعز شرط مختلق لعرقلة تنفيذ الهدنة تجاهل قيادي الحوثي بل وتنكره لبند أساسي في نص اتفاق الهدنة الأممية أثار تساؤلات عديدة عن مغزى الحوثيين في رفض رفع المعاناة عن ملايين ليمنيين واحتمالات تمديد الهدنة التي منى المقرر أن تنتهي في الثاني من يونيو المقبل لا سيما بعد أن أعلن ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات عن إحالة طلب تمديد الهدنة للدراسة ووفق بيان الميليشيات يسعى الحوثيون لربط ملف فتح الطرق في تعز بصرف مرتبات الموظفين متجاهين التزاماتهم بدفع الرواتب من عائدات رسوم شحونات الوقود التي يتم دخولها عبر ميناء الحديدة رفض الميليشيات تنفيذ بند فتح الطرق وإنهاء حصار تعز يثير غضب اليمنيين واعتبره سياسيون وناشطون ممارسة طائفية تتعمد من خلالها الميليشيات مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين ممن لا يدتمون إلى طائفتهم مصادر دبلوماسية كشفت عن سعي الميليشيات الحوثية لطرح طلب زيادة عدد الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء والسفن الداخلة إلى ميناء الحديدة كشرط أساسي لتمديد الهدنة بزعم تعويض مفاتها خلال الهدنة الحالية في الشأن اليمني أيضا كشف مختطفون مفرج عنهم من سجون ميليشي الحوثي شهادات صادمة عن الانتهاكات الإجرامية التي طالت الصحفيين المختطفين لدى الميليشيات منذ نحو سبع سنوات وفي فعالية أقمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى حول قضية الصحفيين الأربع المختطفين لدى الميليشيات كشف مختطفون سابقون أن الميليشيات تمارس الاعتداءات الجسدية والتعذيب الممنهج إضافة إلى الحرمان من الدواء تجاه المعتقلين كما كشفوا عن قيام ميليشي الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية والأدوية التي يقدمها لهم الصليب الأحمر والمنظمات للمختطفين ومن ثم القيام ببيعها ولفت المختطفون أيضا المفرج عنهم مؤخرا في صفقة تبادل محلية وتعرضهم لابتزاز ونهب من قبل الميليشيات الحوثية وأيضا لأهليهم فردت الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله وخمسة من مساعديه وثماني شركات له في لبنان والعراق لعلاقته بحزب الله وبتمويل أنشطته سرا الخزانة الأمريكية أضافت أن ميليشيا حزب الله أسست شبكة من الأعمال التجارية للتستر على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار بعيدا عن أعين الرقابة والأمن العام في لبنان ودول المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أفدت صحفية أو صحيفة تايمز أوف إزرايل بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيجري منورات واسعة النطاق في قبرص نحية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نوعية تستمر شهرا كاملا في السياق ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن بعض جوانب خطط ضربات محتملة لسلاح الجو يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة وبعضها قد يستغرق أكثر من عام أوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبحث لاستعداد لرد انتقاميا من إيران وحلفائها في المنطقة تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم اختتاما لاجتماعات المرحلة الثانية من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الليبيين وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليمز أن المشاورات اتسمت في يومها الخامس بالإيجابية مضيفة في تغريدة أن المشاورات اتسمت بروح التعاون والسعي لتوافق في الأراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن هذا فيما حذر الاتحاد الأوروبي في بيان من أن العنف لا يؤدي إلا إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها ودعا إلى الهدوء وأيضا عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ في إعقاب المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف في العاصمة الليبية ترابلس داعيا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وقال أنه يشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار حقيقي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما مؤكدا دعمه للمحادثات حول القاعدة الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرمان فتح باشاعة إنه بحث هاتفيا مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ودعا في تغريد المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الوحدة كما شدد باشاعة للسفيرة البريطانية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إذا أدعم بعض المؤسسات المالية للعملية العسكرية في ترابلس أكد الأمير فيصل بن فرحان الرئيس عبد المجيد تبون دعم المملكة لاستلام الجزائر مقعدا في مجلس الأمن معربا بأن الجزائر ستكون لاعبا رئيسيا في دعم الأمن والإقليمية والدولي أيضا أشار وزير الخارجية السعودي إلى تطابق الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية بين المملكة والجزائر أيضا عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدول المشترك وفي هذا الإطار قدمت شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للجزائر لدعم استضافتنا لمعرب إكسبو 20-30 وأكدت دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي ونثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان كافة نقاط الهامة بين البلدين سواء في الجانب الثنائي واستمعت بطبيعة الحال إلى توجهات فخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين بلدين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية وغيرها وهذا يتطابق مع توجهات قيادة المملكة العربية السعودية التي ترى العلاقة الثنائية بين بلدين الشقيقين أحد اللبنات الأساسية في العمل العربي المشترك وكان واضح جدا التوافق في الملفات الهامة التي تهم بلدينا وتهم أمن المنطقة والعالم وتبحثنا أيضا في تطورات الهامة في الساحة الدولية ووجدنا كذلك فيها توافق كبير بين بلدين الشقيقين قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن باب الحوار سيفتح في إطار قانون واضح مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على الحرية الحقيقية لا الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق على حد تعبير سعيد سيفتح باب الحوار اليوم في إطار قانوني واضح بهذا المرسوم الذي سيتم التداول فيه وليتأكد الجميع أننا حرصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق في المقابل قال نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسامة طريفي إن الوضع الحالي في البلاد غير مناسب لإطلاق حوار وطني مشددا على أن الرابطة لن تشارك في حوار شكلي وصوري وأضافت طريفي أن الرابطة لن تصادق على وثائق تم إعدادها مسبقا وكان الرئيس عيد أكد على إجراء الحوار الوطني انطلاقا من مخرجات الاستشارة الإلكترونية حول تعديل الدستور والنظام الانتخابي والسياسي تونسيا أيضا لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين حتفهم فيما فقد أو تم فقدان عشرة أشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا فيما أنقذ أيضا خفر السواحل أربعة وأربعين مهاجرا كانوا على متن المركب المقتض بعد غرقه قبلة سواحل اسفاقس وفق مسؤول أمني في الشأن السوداني أعربت الخرطوم عن استنكارها لتصريحة وزير الخارجية الإثيوبي بشأن منطقة الفشقة السودانية وقال بيان الخارجية السودانية أن حديث وزير خارجية إثيوبيا بشأن الفشقة استند إلى معلومات غير صحيحة ومضللة مؤكدا حقه في نشر قواته الأمنية داخل حدوده كجزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين تواجه الولايات المتحدة أزمة حادة في توفير حليب الأطفال مما أدى إلى اتهامات البيت الأبيض بأنه لم يستجب لشكوى العائلات الأمريكية أمر اضطر الرئيس بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الوطني وإقامة جسور جوية لاستيراد حليب الأطفال قد لا يمر يوم دون أن يكون هناك سؤال موجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة وحالية حول النقص الحاد في إيجاد حليب للأطفال الرفوف في المحلات التجارية فارغة تحاكي ما كان عليه الوضع في الدول الاشتراكية الأزمة بدأت بعد المشاكل في سلسلة توريد الإمدادات وما يسمى بعنق الزجاج الخانق في إيصالها من الموانئ بسبب جائحة كورونا جين ساكي المتحدثة السابقة باسم الرئيس قالت إنها تدرك دواعي هذه الأزمة كونها أما لثلاثة أطفال تفاقم النقص الحاد والشكوى الدائمة بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع الرئيس بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الوطني الذي استخدم إبان الحرب الباردة أدرك أن الأمهات والآباء قلقون في كل أمريكا بشأن إيجاد حليب أطفال لأولادهم وسأقدم تحديثا حول جهود إدارتي لمعالجة النقص في المحلات التجارية في الولايات المتحدة حتى تكون متوفرة لكم ما سيفعله بايدن هو التالي الطلب من شركات الإنتاج أن العمل المضاعف على التوفير السريع لحليب الأطفال تخويل وزارتي الدفاع والصحة بإقامة جسور جوية لاستيراد حليب الأطفال من الخارج لسوء الحظ من منطلق سلسلة الإمدادات ما هو مهم الآن هو أن هيئة الغداء والدواء خولت عمليات الإنتاج لكن هذا سيستغرق ما بين خمسة إلى ستة أسابيع للجهوزية في الأسواق نفس حليب الأطفال في الأسواق أدى إلى الكثير من التحكم على الرئيس بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزاد في هبوط شعبيته رغم وعوده بأنه سيوفر حليب الأطفال بأسرع وقت وكأولوية لإدارته نادية البلبيسي على الحدث أشهد بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختم جولتنا الإخبارية هذا في الختام نشكر لكم كرم المتابعة وفي أمان الله قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا إقاع يتسارع ويتباطع لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضعي لأهم أحداث اليوم الأقبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش على شاشة الحدث أصبح بإمكاني مشاهدين في أمريكا وكندا أستراليا والمملكة المتحدة متابعة قناتي العربية والحدث عبر إحدى المنصات التالية لمزيد من المعلومات العربية دوت نت هناك مزاج شعبي عارم بالتجاه أحداث تغيير شامل على المستوى السياسي هذه الاحتجاجات امتدت إلى محافظات تونسية أخرى نحن نمر بأدق اللحظة في تاريخ تونس يا أخي خليك في التايار هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدولة اليوم عيد الجمهورية في تونس لن يكون يوماً عادياً توصفت التظاهرات اليوم بأنها انتفاضة شعبية لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركة النهضة قرارات مهمة بالجملة يمكن أن نجيزها في ثلاث قرارات القرار الأول تجميدي كل اختصاصات المجلس النيابي برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ اشتركوا في القناة في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل نحبة ترسل مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الروسي شهدات معتقلين السابقين لدى ميليشيات الحوثي تكشف جرائم وانتهاكات وحشية بحق الصحفين المختطفين وقبيل جلسة اليوم الأخيرة من مشاورات مجلسي النواب والدولة الليبيين بالقاهرة واليمز تشيد بمساعد توافق حول الانتخابات صباح الخير أهلا بكم بجولة إخبارية لأهم الأنباء مع وصول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى يومها الخامس والثمانين وتوقعت البنتاجون بطول أمد الحرب قال مسؤولون إن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة وذلك للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي وسط مخاوفة من أن تزيد الأسلحة الأكثر قوة التي يمكن أن تغرق السفن الحربية الروسية من حدة الصرع وإيضا كشف مسؤولون إلى أن نوعين من الصواريخ القوية المضادة للسفن قيد البحث فعليا إما للشحن المباشر إلى أوكرانيا أو من خلال النقل من حليف أوروبي لديه تلك الصواريخ رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الكونغرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وقال بايدن إن الأسلحة التي سترسل إلى أوكرانيا ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا أوضح أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن مدافع وأيضا رادارات مؤكدا أنها ستعزز موقف أوكرانيا عسكريا وعلى طاولة المفاوضات مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة تقارب 40 مليار دولار إقرار المشروع جاء بغالبية الحزبين حيث نال 86 صوتا مقابل 11 ورغم معارضة جمهوريين له بسبب تكلفته وتداعياته على الاقتصاد الأمريكي كما يقولون إلا أن زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مككونل أيده وانتقد معارضيه على أي شخص قلق بشأن تكلفة دعم نصر أوكراني أن يفكر في التكلفة الأكبر إذا خسرت أوكرانيا في أوروبا سيقترب حلفاؤنا والعلاقات التجارية بمئات الأميال من منطقة حاكم مستبد عدواني ستزاد متطلبات أمننا الخاصة في القارة بشكل جوهري والخصوم حوض العالم ستغريهم الخطوات الروسية بدوره أكد زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر أن المساعدات التي تتضمن صواريخ جافلين وستينجر في طريقها إلى أوكرانيا لتساهم في النصر ضد بوتين الذي وصفه بمجرم حرب واتهم الجمهوريين المعارضين للمشروع بالتساهل معه من المقلقي رؤية دائرة متنامية من جمهوريين في المجلس يعارضون بفخر التمويل الأوكرانية قبل يومين صوت أحد جمهوريين ضد مجرد مناقشة هذا التشريع يبدو أن مزيدا من الجمهوريين يتساهلون مع خطة بوتين مثل ما رأينا مع الرئيس السادق ترامب فبسبب هذه المعارضة تأخر تمرير المشروع حيث عرقل العضو الجمهوري راند بول تمريره بآلية سريعة الأسبوع الماضي فيما تعالق بموقف الجمهوريين نستطيع أن نقول أن هناك ربما بعض الخلافات بين قيادات الحزب الجمهوري والشخصيات البارزة في مجلس الشيوخ لتمرير حزمة المساعدات الضخمة لأوكرانيا على حساب الداخل الأمريكي بعد تمريره في مجلس الشيوخ سيرسل المشروع إلى مكتب الرئيس ليواقعه ويصبح قانونا ليستمر إرسال المساعدات إلى أوكرانيا رغم اعتراضات بعض الجمهوريين لأسباب داخلية إلا أن التصويت اليوم يدل على أن الهجوم الروسي في أوكرانيا وحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى في ظل كل هذه الخلافات بينهما حسين الطاود الحداث واشنطن قالت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس إن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا وقالت في تصريحات صحفية أنها تعرض فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تاحة إمكانية الخروج من الأزمة الأوكرانية لروسيا شددت على أن بوتين يجب أن يخسر ويجب استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا بحسب تعبيرها وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي الوضع في منطقة دومباس شرق البلاد بأنها أشبه بالجحيم وقال إن القوات الروسية دمرت بالكامل وأيضا قامت بتدمير منطقة دومباس هناك كما اتهم أيضا موسكو بشأن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها للهجوم على المنطقة في دومباس يحاول المحتلون ممارسة المزيد من الضغط الوضع هناك جحيم وهي ليست مبالغة القصف الوحشي الذي لا معنى له على الإطلاق لسيفيرو دونيتسك قتل 12 شخصا وجرح العشرات في يوم واحد فقط الضربات المستمرة على منطقة أوليسا وعلى مدن وسط أوكرانيا دمرت دومباس بالكامل كل هذا ليس له ولا يمكن أن يكون له أي تفسير عسكري لروسيا هذه محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيجين مندوب روسيا بالأمم المتحدة فسيل نيبيزيا قال إن اتهاما روسيا بالتسبب في أزمة غذاء هو أمر خاطئ تماما متهما أوكرانيا بتعمد وقف تصدير الحبوب ووضع الألغام في الموانئ أنتم تزعمون أننا نمنع إخراج المنتجات الغذائية من أوكرانيا ولكن الواقع أن أوكرانيا وليس روسيا أوكرانيا لا تزال تحتجز السفن في هذه الحالة كيف نتحدث عن إخراج الحبوب من البلاد وكييف تحاول أن تتهرب من التعامل مع أصحاب تلك السفن الأجنبية وهناك مخاطر متعلقة بالملاحة والبنية التحتية ناجما عن الألغام في البحر الأسود لا يمكن أن نضمن الملاحة الآمنة في بحر آزوف والبحر الأسود إن أوكرانيا تعمدت وقف تصدير حبوبها هذا فيما أكد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف أن روسيا لن تصدر المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص وكتب مدفديف على تيلجرام أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بالكامل لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين بما في ذلك المنصات الدولية مضيفا أنه من غير المنطقية يتم فرض عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده ومن ناحية أخرى يطلبون توفير الغذاء وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح مشيرا إلى أن هذه الأزمة تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن روسيا تزعم أن عقوبات المجتمع الدولي هي السبب في أزمة الغذاء العقوبات لا تعرقل الموانع ولا تدمر الطرق والسكك الحديدية الأوكرانية روسيا هي التي تقوم بذلك العقوبات لا تدمر صوامع الغلال ولا تسرق المعدات الزراعية من أوكرانيا روسيا هي التي تقوم بذلك العقوبات لا تضر بصادرات الأسمدة بل روسيا هي التي تقوم بذلك هي التي تسرق الغلال والأسمدة من أوكرانيا وسنعمل مع كل الدول لتفهم أن العقوبات لا تتسبب في هذه الأزمات كلا استخدام الغذاء كسلاح هو قرار انتخذه روسيا وحدها هذه الأزمة تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن لابد من إدانة الكريملين بشكل صريح ومتحد وتوجيه أصابع الاتهام للكريملين على استخدام الغذاء كسلاح حرب قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه سعد بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مؤكدا يلتزام بلاده بشراكتها القوية مع المملكة مشيرا إلى أنه يشارك السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ورحب وزير الدفاع الأمريكي بجهود السعودية البناء في دفع الهدنة اليمنية الحالية التي قال أنه يجب تمديدها ومع التأكيدات الأمريكية بضرورة تمديد الهدنة في اليمن يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ جهوده لاستكمال تنفيذ بنود الهدنة الحالية وأكد التزامه بعقد اجتماع ثنائي حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى وقال أن الحكومة قد حددت مسؤولين من جانبها للتواصل وحضور اجتماع ترعاه الأمم المتحدة بحسب بنود الهدنة ملف فتح الطرق وفك حصار تعز يحتل أولوية في تحركات المبعوث الأممي والجهود الدولية لكن هذه الجهود لا تزال تصطدم بتعنت الحوثيين وسعيهم لاختلاق شروط جديدة لعرقلة هذه المساعي وعلى الرغم من الضغوط الأممية والدولية ترفض الميليشيات الخوضة في إنهاء حصار تعز الناطق الحوثي رئيس فريق المفاوضات محمد عبد السلام اعتبر أن الحديث عن فتح الطرق في تعز شرط مختلق لعرقلة تنفيذ الهدنة تجاهل قيادي الحوثي بل وتنكره لبند أساسي في نص اتفاق الهدنة الأممية أثار تساؤلات عديدة عن مغزى الحوثيين في رفض رفع المعاناة عن ملايين اليمنيين واحتمالات تمديد الهدنة التي منا المقرر أن تنتهي في الثاني من يونيو المقبل لا سيما بعد أن أعلن ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات عن إحالة طلب تمديد الهدنة للدراسة ووفق بيان الميليشيات يسعى الحوثيون لربط ملف فتح الطرق في تعز بصرف مرتبات الموظفين متجاهين التزاماتهم بدفع الرواتب من عائدات رسوم شحونات الوقود التي يتم دخولها عبر ميناء الحديدة رفض الميليشيات تنفيذ بند فتح الطرق وإنهاء حصار تعز يثير غضب اليمنيين واعتبره سياسيون وناشطون ممارسة طائفية تتعمد من خلالها الميليشيات مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين ممن لا يدتمون إلى طائفتهم مصادر دبلوماسية كشفت عن سعي الميليشيات الحوثية لطرح طلب زيادة عدد الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء والسفن الداخلة إلى ميناء الحديدة كشرط أساسي لتمديد الهدنة بزعم تعويض مفاتها خلال الهدنة الحالية في الشأن اليمني أيضا كشف مختطفون مفرج عنهم من سجون ميليشي الحوثي شهادات صادمة عن الانتهاكات الإجرامية التي طالت الصحفيين المختطفين لدى الميليشيات منذ نحو سبع سنوات وفي فعالية أقمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى حول قضية الصحفيين الأربع المختطفين لدى الميليشيات كشف مختطفون سابقون أن الميليشيات تمارس الاعتداءات الجسدية والتعذيب الممنهج إضافة إلى الحرمان من الدواء تجاه المعتقلين كما كشفوا عن قيام ميليشي الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية والأدوية التي يقدمها لهم الصليب الأحمر والمنظمات للمختطفين ومن ثم القيام ببيعها ولفت المختطفون أيضا المفرج عنهم مؤخرا في صفقة تبادل محلية وتعرضهم لابتزاز ونهب من قبل الميليشيات الحوثية وأيضا لأهليهم فردت الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله وخمسة من مساعديه وثماني شركات له في لبنان والعراق لعلاقته بحزب الله وبتمويل أنشطته سرا الخزانة الأمريكية أضافت أن ميليشيا حزب الله أسست شبكة من الأعمال التجارية للتستر على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار بعيدا عن أعين الرقابة والأمن العام في لبنان ودول المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفدت صحيفة تايمز أوف إزرايل بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيجري منورات واسعة النطاق في قبرص نحية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نوعية تستمر شهرا كاملا في السياق ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن بعض جوانب خطط ضربات محتملة لسلاح الجو يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة وبعضها قد يستغرق أكثر من عام أوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبحث لاستعداد لرد انتقاميا من إيران وحلفائها في المنطقة تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم اختتاما لاجتماعات المرحلة الثانية من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الليبيين وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليمز أن المشاورات اتسمت في يومها الخامس بالإيجابية مضيفة في تغريدة أن المشاورات اتسمت بروح التعاون والسعي لتوافق في الأراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن هذا فيما حذر الاتحاد الأوروبي في بيان من أن العنف لا يؤدي إلا إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها ودعا إلى الهدوء وأيضا عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ في إعقاب المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف في العاصمة الليبية ترابلس داعيا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وقال أنه يشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار حقيقي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما مؤكدا دعمه للمحادثات حول القاعدة الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة اشتركوا في القناة قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرمان فتح باشاغة إنه بحث هاتفيا مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ودعا في تغريد المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الوحدة كما شدد باشاغة للسفيرة البريطانية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إذا دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في ترابلس أكد الأمير فيصل بن فرحان للرئيس عبد المجيد تبون دعم المملكة لاستلام الجزائر مقعدا في مجلس الأمن معربا بأن الجزائر ستكون لاعبا رئيسيا في دعم الأمن والإقليمية والدولية أيضا أشار وزير الخارجية السعودي إلى تطابق الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية بين المملكة والجزائر أيضا عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدول المشترك وفي هذا الإطار قدمت شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للجزائر لدعم استضافتنا لمعرب إكسبو 20-30 وأكدت دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي ونثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان كافة نقاط الهامة بين البلدين سواء في الجانب الثنائي واستمعت بطبيعة الحال إلى توجهات فخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين بلدين الشقيقين والتعاون في كافة المجلات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية وغيرها وهذا يتطابق مع توجهات قيادة المملكة العربية السعودية التي ترى العلاقة الثنائية بين بلدين الشقيقين أحد اللبنات الأساسية في العمل العربي المشترك وكان واضح جدا التوافق في الملفات الهامة التي تهم بلدين وتهم أمن المنطقة والعالم وتبحثنا أيضا في التطورات الهامة في الساحة الدولية ووجدنا كذلك فيها توافق كبير بين بلدين الشقيقين قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن باب الحوار سيفتح في إطار قانون واضح مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على الحرية الحقيقية لا الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق على حد تعبير سعيد سيفتح باب الحوار اليوم في إطار قانوني واضح بعد بهذا المرسوم الذي سيتم التداول فيه وليتأكد الجميع أننا حرصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق في المقابل قال نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسامة طريفي إن الوضع الحالي في البلاد غير مناسب لإطلاق حوار وطني مشددا على أن الرابطة لن تشارك في حوار شكلي وصوري وأضاف الطريفي أن الرابطة لن تصادق على وثائق تم إعدادها مسبقا وكان الرئيس سعيد أكد على إجراء الحوار الوطني انطلاقا من مخرجات الاستشارة الإلكترونية حول تعديل الدستور والنظام الانتخابي والسياسي تونسيا أيضا لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين حتفهم فيما فقد أو تم فقدان عشرة أشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا فيما أنقذ أيضا خفر السواحل أربعة وأربعين مهاجرا كانوا على متن المركب المقتض بعد غرقه قبلة سواحل اسفاقس وفق مسؤول أمني في الشأن السوداني أعربت الخرطوم عن استنكارها لتصريحة وزير الخارجية الإثيوبي بشأن منطقة الفشقة السودانية وقال بيان الخارجية السودانية أن حديث وزير خارجية إثيوبيا بشأن الفشقة استند إلى معلومات غير صحيحة ومضللة مؤكدا حقه في نشر قواته الأمنية داخل حدوده كجزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين تواجه الولايات المتحدة أزمة حادة في توفير حليب الأطفال مما أدى إلى اتهامات البيت الأبيض بأنه لم يستجب لشكوى العائلات الأمريكية أمر اضطر الرئيس بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الوطني وإقامة جسور جوية لاستيراد حليب الأطفال قد لا يمر يوم دون أن يكون هناك سؤال موجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة وحالية حول النقص الحاد في إيجاد حليب للأطفال الرفوف في المحلات التجارية فارغة تحاكي ما كان عليه الوضع في الدول الاشتراكية الأزمة بدأت بعد المشاكل في سلسلة توريد الإمدادات وما يسمى بعنق الزجاج الخانق في إصالها من الموانئ بسبب جائحة كورونا جين ساكي المتحدثة السابقة باسم الرئيس قالت إنها تدرك دواعي هذه الأزمة كونها أما لثلاثة أطفال تفاقم النقص الحاد والشكوى الدائمة بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع الرئيس بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الوطني الذي استخدم إبان الحرب الباردة أدرك أن الأمهات والآباء قلقون في كل أمريكا بشأن إيجاد حليب أطفال لأولادهم وسأقدم تحديثا حول جهود إدارتي لمعالجة النقص في المحلات التجارية في الولايات المتحدة حتى تكون متوفرة لكم ما سيفعله بايدن هو التالي الطلب من شركات الإنتاج أن عمل المضاعف على التوفير السريع لحليب الأطفال تخويل وزارتي الدفاع والصحة بإقامة جسور جوية لاستيراد حليب الأطفال من الخارج لسوء الحظ من منطلق سلسلة الإمدادات ما هو مهم الآن هو أن هيئة الغداء والدواء خولت عمليات الإنتاج لكن هذا سيستغرق ما بين خمسة إلى ستة أسابيع للجهوزية في الأسواق نقص حليب الأطفال في الأسواق أدى إلى الكثير من التحكم على الرئيس بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزاد في هبوط شعبيته رغم وعوده بأنه سيوفر حليب الأطفال بأسرع وقت وكأولوية لإدارته ناديا البلبيسي على الحدث أشهر بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختم جولتنا الإخبارية هذا في الختام نشكر لكم كرم المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة